في منتصف القرن الماضي كانت دايماً الإزاعة بتفكر تعمل تجارب جديدة وخصوصاً تجربة المسحراتي اللي تقدمت قبل كده سنة 55 وقبلها في التلاتينات كانت سنة 64 قررت الإزاعة إنها تعمل المسحراتي بشكل جديد مع الشيخ سيد مكاوي بس محدش يتخيل إن التجربة دي كانت سبب بعد سنين في هجوم الصحافة على الشيخ سيد مكاوي دي حدوتة أحكيها لك من طقطة لسلام عليك سنة 64 كلفت الإزاعة الشعر صلاح جهين بإنه يكتب أشعار المسحراتي لشان تتعامل فيه شكل برامجي جديد يحكي تاريخ وعدات المصريين في رمضان وغير رمضان لكن المفاجأة إن صلاح جهين رفض يكتب الأشعار دي وقال لهم إزاي نكتب المسحراتي وفؤاد حداد موجود وفعلاً راحت خيادات الإزاعة واتفقوا مع الشعر الكبير فؤاد حداد علشان يكتب لهم برنامج المسحراتي في 30 حلقة هيتعرضوا على مدار 30 يوم شهر رمضان وقتها الإزاعة سألت فؤاد حداد كده مين اللي يقدر يلحن ويغني الأشعار دي وعرضوا عليه أسام كتير لكنه كان مصر على اسمه واحد فقط وهو الشيخ سيد مكاوي باعتباره الأنسب والأفضل لتقديم التجربة دي وقبل رمضان بأيام دخل سيد مكاوي استوديوهات الإزاعة مع فؤاد حداد وسجلوا حلقات المسحراتي اللي نجحت نجاح كبير جداً جداً في الإزاعة وفضلت عيشها في التاريخ والودان المصري بسنين طويلة في التمنينات بقى قرر التلفزيون إنه يستثمر النجاح الكبير لبرنامج المسحراتي وأشعار المسحراتي ويقدموها في حلقات مصورة عرضوا التجربة على الشيخ سيد مكاوي حقيقة والراجل وافق ساعتها وما كانش معطرد خالص بل بالعكس كان فرحان إن التجربة دي هتتنقل من خلال التلفزيون وهتشوفها أجيال جديدة خصوصاً إنه عدوا عليها يعني أكتر من 20 سنة تقريباً وبالفعل تم تنفيذ المشروع وأخرجه المخرج الكبير فتحي عبدالسطار رائد المنوعات في التلفزيون المصري في العصر ده واتعرضت حلقات المسحراتي وحققت نجاح كبير جداً على شاشة التلفزيون لكن النجاح ده قبله عاصفة هجوم كبيرة من النقاد والصحفيين يا ترى ليه السبب كان حس في اسم فقات حداد من على التتر والحقيقة إن دي ما كانتش غلطة الشيخ سيد مكاوي لكن هو اللي شالها الصحافة هجمت سيد مكاوي وقالوا إنه هو اللي حزف الاسم عشان خلافات سابقة بينه من فقات حداد كلام ده ما كانش حقيقي خالص لدرجة إن الشيخ سيد مكاوي أقتها طالع في الصحافة وقال لهم هو أنا بشوف عشان أقدر أشوف التتر الموضوع ده حصل من غير معرف حقيقة إنه سقوط اسم فقات حداد من على تتر المسحراتي التلفزيوني كان سقطة كبيرة وقتها لكن تم تدركها بعد كده وفضلت حواديت المسحراتي وأغاني سيد مكاوي عايشة في وقدام المصريين وبنفتكرها في كل رمضان مسحراتي أنادي أهل الزمن من أقاراتي ألائي أهل المدينة